لا تملوا كثير من الأسماء أذا في أي سؤال جديد لا هذا ما في سؤال ننتقل إلى كتاب الوصايا الشيخ الأكبر رضي الله عنه فمن ذلك وصي سيدي كتاب الفقه سيدي قرأت أنت قرأت نواقة وضوء هذه قرأناها المرة الماضية فممكن نأخذ القسمة لبعدها نأخذ بعد ما نقرأ الوصايا فتحت الوصايا بعد ما نأخذ الكتاب فمن ذلك وصي قال الله تعالى في الوصية العامة شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فأمر الحق سبحانه بإقامة الدين وهو شرع الوقت في كل زمان وبالله يعني الإنسان هذا أهم شيء بحياته ودينه وأن تجتمع عليه وأن نجتمع عليه ولا نتفرق فيه فإن يد الله مع الجماعة وإنما يأكل الذئب القاصية من الغنب وهلا خاصة بزماننا وبعصرنا بدأ تساعد المرء كثير بأخي كما قال صلى الله عليه وسلم وهي البعيدة القاصية يعني البعيدة التي شردت وانفردت عن ما هي الجماعة عليه وحكمة ذلك أن الله لا يعقل إله إلا من حيث أسماء الحسنة لا من حيث هو معرّن عن هذه الأسماء الحسنة فلا بد من توحيد عينه وكثرة أسمائه وبالمجموع هو الإله فيد الله وهي القوة مع الجماعة أوصى حاكم أولاده عند موته وكانوا جماعة فقال لهم اتوني بعصي فجمعها وقال لهم اكسروها وهي مجموعة فلم يقدروا على ذلك ثم فرقها فقال لهم خذوها واحدة واحدة فاكسروها فكسروها فقال لهم هكذا أنتم بعد لن تغلبوا مجتمعتهم فإذا تفرقتم تمكن منكم عدوكم فأبادكم وكذلك القائمون بالدين إذا اجتمعوا على أقامة الدين ولم يتفرقوا فيه جمي قرهم عدو وكذلك الإنسان في نفس إذا اجتمع في نفس على أقامة الدين لله جمي مطلبه شيطان من إنس ولا من الجن بما يوسوس به إليه مع مساعدة الإيمان والملك بلمته له يعني هون الملك لأنه في صحيح مسلم أنه كل إنسان مننا يولاد معه قرينا قريم من الملك وقريم من الملاء من الشياطين أو من الجن ترجمة نانسي قنقر